خطأ جسيم يقع فيه كثير من الناس بخصوص نسب العلماء حيث أن أصحاب الكتب الستة الحديثية وهم الإمام البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبي داود رحمهم الله جميعا أصولهم عربية وبما أن أجدادهم كانوا من الفاتحين الأوائل لبلاد فارس استوطنوا فيها وأخذوا أسماء المدن والقرى التابعة لها وأخذ يطلق عليهم البخاري نسبة إلى بخارة وهي مدينة معروفة في أسباكستان ليس فرصة اليوم وليس إيران الإمام مسلم النيسابوري هو عربي من بني قشيري اليمانية حيث نزلوا نيسابور وسكنوها وهي شمال خرسان اليوم في إيران وكذلك الترمذي فهو من بني سليم ولكنه نزيل ترمذ في أسباكستان فأطلق عليه الترمذي وكذلك أبو داود فهو كندي من كندة من العرب نزل سجستان شرق إيران فأطلق عليه السجستاني أو السجستاني وكذلك النسائي فهو نزيل نساء وهي مدينة في وسط إيران وكذلك ابن ماجا فهو من ربيعة ابن شه من الأزد وهناك كتاب اسم عروبة العلماء في البلاد الأعجمية للدكتور ناجي الأعظام العراقي بين بالدليل القاطع والبرهان الصاطع عروبة العلماء أصحاب الكتب الستة وغيرهم ممن يدعي الفرصة أنهم منهم وتستطيع النظر فيه وتصحيح هذه الأمور التي دسها الشعوبيون الشيعة في عقول أهل السنة والجماعة فأصبحت من المسلمات عند الكثير من الناس وتقبلوها برحابة صدر ولا يعلمون أنها من دس الشعوبيين الفرص المجوس الذين يكرهون العربة ويريدون الحط من قدرهم بأي شكل من الأشكال ونحن لا نعترض على أن تكون أصول هؤلاء فارسية أو تركية أو هندية إنما اعتراضنا على تزييف الحقائق وتحريف الواقع وإلا المسلمون كلهم أمة واحدة وجسد واحد ونتقبل الدين والعقيدة الصحيحة الموافقة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الفارسي والتركي والهندي والباكستاني وغيرهم شرط أن تكون صحيحة هذا هو الأصل في ديننا لكن تعريف الواقع وتزييف الحقائق فهذا مردود لا يجوز مطلقا